السلام عليكم بعدنا بنفس الشرح اليوم اكيد لح نشرح واحدة السيطرة الالكترونية بعدنا هي ذاتة اللي هي سورينتو ولكن مش لح نتكلم عن شئ الباور سابلاي لح نتكلم وقت اللي بيصيب خلل الترانستيرات مثل من واضح عندي هون في عندي ترانزيستر اثنين وثلاثة واذا رفعنا البورد تماما تحت هالمنطقة اللي حتلاقي كمان واحد اثنين وثلاثة نفس القصة اللي حيطلعلك كمان ثلاثة ترانزيستر السيء بعملنا دايما من واجه مشاكل بيكون في نوع من التلف البسيط بالترانزيستيرات واكيد بيسبب لنا ببخ وقود زائد مما اكيد بيرتفع عملية البخ المنزين وبيسبب لنا بعدم ثبوت في المحرك او دخن سوداء او مصروف زائد او الى ماه هنالك موضوعنا اكيد كيف تشخيص هيك انواع من العطل بعدنا او هيك انواع من العطل بعدنا واصلين بعدنا واصلين خط البارد وخط الموجب او بي بلاس وخط بي بلاس مثل من واضح عنا بعدنا على نفس التستير بورد وعم استعمل فقط لا غير الترانسفورمر اللي لاح يحولنا اشارة 12 فولت خلونا نكتشف نحنا وياكن سوا ونشوف اذا بهيدا الموضوع نقدر نحصل او نشوف الترانزيستير التالف عندي مثل ما حكيت ترانزيستير 2 و 3 خلونا اول شي نشرح شغلة كتير مهمة انا وقت اللي كنت عم استعمل هيدا البروب تيستير هالبروب للاسيوسكوب كنت واضع بالفيديوين السابقين كنت واضع البروب على الاكس وان واضح تماما الاكس وان تماما على الاسيوسكوب مثل منو واضح عندي بعد على نفس الايام الايام بهيدا بهيدا الشرح لح يختلف الشرح تماما لح استخدم ملقط ووصله بطرف تاني من تاستر لملتيماتر عادي اوكي اوكي والجراوند تبع البروب تبع الاسيوسكوب لح نوصله على التاست بورد اللي امنا بتركيبة ولح انقل البروب على الاكس تان اوكي ولح قوم كمان بيوضع على على الناقص واحد اللي حيطلع عندي اشارة كتير غريبة واصلا مش مفهومة بسلق نشرح نحن وياكم بعد من القطل العطل ان شاء الله رب العالمين كيف حددنا الموضوع مثل منو واضح عندي التاستر اللي حيلقطلي اي اي تردد يعني حتى لو مسكت البروب بيدي مش واضحة كتير خلونا نجرب نوضحها زواطح في خطوط هون كتير طائلين نقول انو هيك ما علينا عكيد بعد ما قمنا بيتثبيت نشوف ازا بيها الطريقة لح نقدر لح نجرب قدرا الامكان انو نقرب الاشياء لهيدي الميلي اوكي حتى الكاميرا تقدر تلقط كل الشرح والاسف ما لح نقدر نصيب كل الشرح اوكي 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 هيك تمام اا هيك تقريبا تقديريا واضحة عندي الاشياء اوكي لح قوم irgendwas باعطاء كنتم مواضح عندي اخذت الجزء اللي بيتعلق بالباور حكينا عنه واكيد عندي ال 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 البروب تسر اللي الحقيص فيه مثل ما اني واضح عندي اي اشارة اااا مثل ما كلا يتنا بنعرف ااا او صارنا نعرف الاسي يو عنده نقطين كتير مهمين او اللي هو الامبوت والاوتبوت الامبوت هنه المداخل منن اكيد منطقة التغذية ال power supply طبعا الاسي يو او وحدة السيطرة الالكترونية اي سي ام سميه متل ما بدك اااا بينما الاوتبوت هنه الاوامر او الكمند اللي طالعين من الكمبيوتر او الاسي يو يعني ان المفترض هالترانستيرات واكيد مش افتراض انه هني مخارج البخاخات اوكي لحقوم بوضع البروب تستر على اول مخرج للبخاخ اكيد مني عارف انا ما رجعت تماما اي اي قريطة متل ما نواضح عندي لحيعطيني المؤشر بي بي اشارة معينة متل ما حكينا الاشارة الاشارة اللي نحن عما نستعملها هي مولدة من 220 فولت لطلعنا لتناشر فولت لح تدخل عن طريق الاكيد الديودات البروجي الاول ما لأي تأثير اللمبة اللمبة هون ما لأي تأثير بس انا عم اوضح انه هالسيركيت بعدش غالي واكيد لح يدخل على الكمبيوتر في محلات بالامبوت لح يقوم بعملية فلترة بينما على الاوتبوت ما لح يقدر يعمل اي نوع من الفلترة لا الساين ولح نشوف اشارة كتير خفيفة بسبب واضحة عنها لانو حاطين على time division ناقص واحد اذا واضحة عندي حاطت انا على الناقص واحد تأخد اي اشارة ممكنة لو كانت نسبي كتير قليلة الفلترة هون مش عم تحصل واكيد بنسبة ضئيلة جدا على الاوتبوت لح قادر شاهدة على الكورسور او شاشة الاوسيوسكوب مثل منه واضحة على شاشة الاوسيوسكوب double alternance هذا متوازية اشارات متوازية خلونا نتابع وننتقل على الترانزيستر التاني بشوف اشارة مختلفة عن الاول هيدا بنعتبره بالحسبان بننتقل على التالت بنشوف اشارة مطابقة تماما للاول لحجرب قدر الامكان ان اقلب البورد بدون ونفحص التلاتة ترانزيستر الباقيين واكيد بشاهد بعد ما قمت بالبورد بقوم بمشاهدة تلات ترانزيستر كمان للانجيكتر كمان اجداد لحقوم بنفس العملية على مخرج الترانزيستر اللي بيوديلي مباشرة على الانجيكتر واقوم بالفحص متل منو واضح عندي بهيدا الاتجاه تماما كمان شوف هيدا الاشارة بانتقل على التالت او صرنا بالخامس كمان بانتقل بانتقل كمان بانتقل على السادس شوف شوف كمان اشارة نفس نفس للأولى والتالت والرابعة والخامسة الخامسة خلونا بعدنا حافظين الاشارة تماما انتهينا من هيدي الجهة لنرجع على الجهة الاصلية هايدي الجهة الاصلية الجهة الاصلية اللي كنا عمنا نتعامل معه ببادئ الامر لحاخد اول لحاخد اول اتنين ونشوف سوا هايدي نقطة المخرج اوكي نقطة المخرج عند هايدي بانتقل على النقطة التانية تماما لحد اذا انتباه عم يقوم بفلترة غريبة حط علامة استفهيم على ها الترانزيستر وان شاء الله رب العالمين اظن بل انا على يقين انه هيدا الترانزيستر عامل شورت مع الگرامل اوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة